وصلت وزارة الداخلية تنظيم ورشة عمال تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول المزيد في سياق التقرير في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات الهدامة ومخططات إسقاط الدول تواصل الوزارة تنظيم ورش العمل التدريبية في هذا الإطار حيث عقد مركز بحث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية السادسة والعشرين تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الدولي استمرت فعليات ورشة العمل على مدار خمسة أيام بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين وتناولت مفهوم حروب الجيل الرابع وأليات هدم الدول من الداخل عن طريق بث الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية وكيفية مواجهتها كلمنا كمان عن أبعاد الأمن القومي المختلفة وإزاي كل بعد من أبعاد الأمن القومي أو كل مجال من مجالات الأمن القومي ممكن أنه يتأثر إيجاباً أو سلباً في تطبيقات الزكاء الاصطناعي المحاضرات أنا شايف أن المحاضرين أثرونا فعلاً بالأفكار وبالمعلومات اللي ادهلنا كنت أعرف مصطلح مخططات هدم الدولة ولكن ما كنتش عارفة إيه بالضبط دور الجهاز الحكومي ودلوقتي بقى عندي صورة كاملة واضحة لهذه المخططات واللي قدر أن نقلها بصورة مضبوطة بالضبط لزملائي جميع الوزرات مصر أمانة في عناقنا جميعاً فواجب علينا أن نجعلها فوق الرأس وأمام الأعين وأن نبذل في سبيل الحفاظ عليها كل غال ونفيس وهذا كله لن يكون إلا من خلال الوعي الوعي في المجتمع المأمون حتى تتكاتف كل الجهود لكي نكون جميعاً يداً واحدة نبنيها ونشيدها ونعمرها ونحافظ عليها وندفعها دوماً إلى الأمام وقد أشهدت الكوادر الإدارية بورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية والتي تسهم في رفع الوعي لديهم وتعرفهم بمفاهيم جديدة وتضفي إليهم معلومات تساعدهم على تصدر محاولات الهدم والتشكيك بشكل احترافي أشكر مركز البحوث وعلى الدورة الرائعة دي والدكاترة فعلاً كانوا على مستوى علي جداً من الثقافة والمعرفة استفدت جداً منهم النهاردة هذه الدورة المقدرة أنا سعيدة بيها جداً لأنها فعلاً بتمس كل إنسان مصري عايز يعرف كثير عن بلده وعايز يطمن أن مصر فعلاً لها رجال بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها كل حد عليه دور وعليه عب إنه هو اللي استفادوا واللي تنقلوا إنه لازم ينقلوا في محيطه كمواطن وكادر حكومي وزارة الداخلية في الوقت الحالي يعني من يحب نشكرهم جداً إنهما بدأوا يرفعوا الوعي لنا كعملين بجهاز الإداري للدولة على أساس نبقى نقدر نواجه كافة المخططات لتوجه الدولة كمه تأتي ورش العمل هذه إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية رفع الوعي المجتمعي بخاصة لدى الكوادر الإدارية بالدولة لتحصينهم فكرياً لتصدي لمحاولات إسقاط الدول بالشائعات والأفكار الهدامة